موسيقى صادقة الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية على مشروع قانون يشدد قواعد الهجرة والوجوء بعد مناقشات أدت لخلافات حادة داخل حزب الرئيس ماكرون ودى سبب تصويت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة لبعض بنود مشروع القانون حرجا لقصر الإليزي أهلا بكم نتوقف عند هذا المشهد لنناقشه من زاويتين ما هي خلفيات طرح الحكومة الفرنسية لمشروع قانون جديد حول الوجوء والهجرة؟ وكيف ستدير فرنسا ملف الهجرة مع الدول المغاربية؟ تقرير وليد برزاح يضع الموضوع في سياقه ثم نفتح نقاش 61 ساعة من النقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية كانت كفيلة لتميل كافة أغلبية النواب إلى التصويت بنعم على مشروع قانون اللوجوء والهجرة صوت لصالح القانون 228 نائبا بينما عارضه 139 آخرون فيما امتنع عن التصويت 24 نائبا تصويت من شأنه خلق شرخ في الطبقة السياسية الفرنسية حول أكثر القضايا حساسية لدى الفرنسيين ملف الهجرة القانون الذي يفرض قيودا جديد على المهاجرين يأتي للحد من توافد آلاف منهم إلى الأراضي الفرنسية فبين عامي 2013 و2017 ارتفع عدد طلبات اللوجوء السنوية من 63 ألف إلى 100 ألف فالمشروع ينص في أحد بنوده على تقليص مدة دراسة طلب اللوجوء إلى 6 أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 يوما إلى 90 يوما ويأتي هذا القانون في وقت وعد فيه الرئيس إيمانويل ماكرون بطرد المهاجرين المتطرفين كل أجنبي موجود على الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني ويرتكب جنحا سيطرد من فرنسا الأجواء المحيطة بتبني القانون تنذر بحدوث شقاق عميق داخل حزب الرئيس ماكرون بدأت بوادره برفض عدد من نواب الحزب لبعض مواده بينما وقف الحزب الاشتراكي وتيار اليسار ضد المشروع لضمه بنودا غير إنسانية تقوض حقوق المهاجرين واللاجئين في حين لم يغير اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان من خطابه التخوي في حيال الهجرة وينتقد نوابه المصادق على القانون لما رأوا فيه أنه غير كاف مطالبين ببنود أكثر تشددا وفي انتظار مراجعة هذا القانون شهر جوان المقبل بمجلس الشيوخ تبقى المصادقة على هذا القانون المثير للجدل تطرح تساؤلات بشأن عكاسته على ملايين المهاجرين خاصة الآتين من الدول المغاربية ولمناقشة الموضوع أرحب بالأستاذ عبدالقادر سوفي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البوليدة مرحبا أهلا بكم معنا شكرا لكم حسن ديو كما أرحب بالأستاذ عمر بغزوز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مولود معمري تيزيوزو شكرا لكم أهلا بكم وأبدأ معك أستاذ سوفي بالرغم من الجدل الذي يثيره قانون الهجرة الجديد في الساحة السياسية بفرنسا استطاعت حكومة رئيس إمانيويل ماكرون تمريره في الجمعية الوطنية بأغلبية رغم كل الانتقادات يعني كيف برأيكم استطاع النواب أو ما هي النقاط التي أقنعت النواب لتصويت عليه طبيعة الحل كل النواب الذين صوتوا لم يكونوا كلهم حاضرون معنا هناك مجموعة وقع شرخ كبير داخل الحزب إمانيويل ماكرون الفرنسا تسير ونصف النواب لم يحضروا الجلسة أساسا ومنهم من امتنع يبقى أن المقاربة الفرنسية في هذا 24 امتنع قانون كولون وزير الداخلية الفرنسي هو لا يبتعد في أصل الفكر أو فلسفة الأوروبية والفرنسية اتجاه فكرة الهجرة والمهاجرين هذا القانون الجديد الذي أتى به أنه وحد داخله ما بين اللجوء العزيل والهجرة كذلك رأينا أن هذا القانون عندما نشوفوه جاء بتدابير رقمعية والبحث أو الهدف منه هو التحكم في الهجرة والتوجه نحو هجرة هجرة متحكم فيها وهجرة نوعية لكن نريد أن نبحث أكثر هل هناك شبه توافق بين التيارات السياسية في فرنسا حزب اليسار حزب الوطنية وحزب ماكرون لأنه نلتمس بعض التوافق هل ملف الهجرة اليوم أصبح يمثل نقطة توافق ربما بين التيارات السياسية هو كما قلت أصلا في داخل الحزب الحاكم وهو هناك وقع شرخ كبير التوجه اليساري الاشتراكي يرفض هذا الطرح لأنه يرى أن هذا القانون هو قانون غير إنساني ربما اليمين المتطرف هو المستفيد من هذا المشروع الذي يرى فيه أنه غير كافي في التدابير القمعية التي يجب الذهاب إلى أكثر قصوى فيما يضمن إخراج كل اللاجئين أو الأجانب من فرنسا إلى خرج الحدود الفرنسية سيدنا مربى بغزوس هل تتفقون مع هذا الطرح؟ نعم ربما في ماكرون أراد أن يقدم قانونا متوازنا هذا ما نقول متوازن يعني أنه يكون مقبول من طرف مجمل الأسرة السياسية لذلك يبدو أنه متوازن فيما بين الطيارات نعم ولكن هناك انتقادات في نفس الوقت كل جهة تنتقده يعني على شكل الكأس نصفه مملوء أو نصفه فارغ كما شاهدنا في الفيتيار فمارين لوبان انتقدته وقالت أنه انتقدته بشدة في نفس الوقت اليمين والجمهوريين كذلك ينتقدونه لكن كيف اقتنعوا بتصويت بتصويت عليه كيف يعني مئتين وثمانية وعشرون نعم تصويت بنعم يعني هذا هذا الدليل أن هناك توافق بين كل التيارات يبدو أنه توافق لكن في نفس الوقت هناك اختلاف في التيار بين التيارات السياسية في فرنسا لكن لابد أن ربما نعود إلى السياق التاريخي والسياق السوسيو اقتصادي والاجتماعي حتى نفهم جيد أن هذا الفحوة هذا القانون يجب أن نعلم أن السياسة الهجرة في فرنسا هي سياسة قديمة جدا ترمي جذورها ربما في القرن التاسع عشر أو النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث أصبح هذه المشكلة يشكل مشكلة عامة مشكلة عامة في 1880 أعتقد حينئذ كانت فرنسا تستقطب المهاجرين وكانت تعتبر نفسها أرض استقبال نعم من إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا خاصة وحينئذ كان هناك مشاكل مع المهاجرين الإيطاليين وصلت حتى إلى منوشات ومشدات وحتى إلى موت عشرات من الإيطاليين الذين كانوا يعملون بمصانع فرنسا هذا كان في الماضي لكن اليوم ما جدوى مثل هذا الإجراء لماذا يعني ما الذي ضايق فرنسا لماذا تنجأ إلى هذا القانون المشدد تشديد إجراءات الحصول على الإقامة والوجوء وغيرها في الحقيقة فرنسا هي تواجه كذلك مشاكل أمنية واقتصادية متعددة وعليه من الطبيعي أن الحكومة الحكومة الحالية على غير الحكومات السابقة تبحث عن حلول وتبحث كذلك عن توافق الأسرة السياسية ربما كذلك لدواعي انتخابية لأن لا ننسى لا يجب أن ننسى أن هناك الانتخابات أوروبية في الأفق وعليه ربما كذلك هذا الاتفاق أو هذا القانون يجب أن نطعه في هذا السياق بالذات ما هي برأيكم موسى تعد قادرس في الفئة التي ستتضرر أكثر من هذا الإجراء من هذا القانون أظن أن أصلاً هذا القانون سيمنح سيمنح لما نتصفح محتوى سيمنح أكثر استقلالية للحكومة الفرنسية في عمليات المدهمة في عمليات الاركوندوية لفرنتيار إذن أظن أن الهدف منه موج فقط سوف لا يغير شيء مدام شفنا أن لطالب الأجال اللي عنده ويوقع في الحجز الإداري لكن بعد الحجز الإداري إذا لم يقبل الطالب سوف يحول إلى الحدود خارج الحدود أو إلى الدول التي جاء أو الدول الآمنة كما سموهم حتى طريقة الاحتجاز في القانون أنه يذهب إلى الاحتجاز حسب المناطق معناها بشتوقع عملية تسهيل الترحيل إذن الهدف واضح هو ربما المشكلة الأمنية التي تعاني منها أوروبا والتي كانت ربما هي السبب أيضا فيها في هذه التتفق الهائل إلى أوروبا فرنسا نرى عدد المهاجرين فيها الآن كان عندنا حوالي 65 مليون ساكن فرنسي منهم 6 ملايين وفي 6 ملايين هذو المهاجرين فيهم من هو مولود في فرنسا منهم من قدمة من دول أخرى من دول أخرى لكن هل يمكن ترحيل الفعل لطالبيها للآخر تبقى للعملية لكن هما ربما خاصة فيما يخص معالجة مشكلة الإرهاب أو تعطيهم أكثر سهولة في المدهمة أو حتى الأشخاص اللي يشكوا فيهم حتى أن القانون لو شفته يقول أنه اللي يدخل المجال شنغن دخول غير شرعي يحبس سنة ويغرم بأكثر من 3000 أورو طيب ثم شيء آخر إذا كان طالب اللجوء نشكوا فيه أنه متطرف أو قد يهدد النظام العام أو الأمن يمكن الحجز الإداري عليه وترحيله إلى خارج فرنسا ربما روح القانون التي لم تقل اسمها هو إعطاء أكثر حرية للمؤسسات الأمنية في فرنسا من أجل ترحيل أي شخص نحب نرحله وهذا بالنسبة لهم يغطي على الأبعاد الإنسانية هناك نقطة لمن نطرق إليها الاتحاد الأوروبي أستاذ بغزوس هل كان هناك ربما تنسيق بين فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي قبل أن تأخذ هذا القرار قبل تجديد هذا القانون رأيكم لا أعتقد أن كان هناك تنسيق لكن أعتقد أن فرنسا تحاول دائما من تقريب سياستها في مجال الهجرة بالمعايير فرنسا وألمانيا هما القاطرة للإتحاد الأوروبي وعليه لا يجب أن يكون هناك تناقض بين السياسات الوطنية والسياسات الأوروبية المشتركة التي تهدف إليها كل هذه الدول إذن هل ممكن أن نقول أن ربما هذا القانون يخالف نوعا ما مبادئ حوق الإنسان التي المعتمد عليها داخل الاتحاد الأوروبي هل خالفت هنا فرنسا في هذه الحال ربما هنا لابد من مواجهة تانية فحوى هذا القانون وبنوده المختلفة بالمؤهدات الدولية قبل أن نتكلم عن الاتحاد الأوروبي لنا معاهدة اللاجئين لسنة 1951 بالأساس وكذلك معاهدة حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم لسنة 1990 هتين المؤهدتين هي الأساس في هذا المجال ثم تأتي طبعا المؤهد الأوروبية لحق الإنسان وما شبه ذلك يمكن أن نتساءل في هذه المسألة وهناك نقاش كبير حول هذه المسألة سنعود إلى النقاش في الجزء الثاني فاصل ولا نعوده أهلا بكم من جديد في خلف المشهد ونناقش في جزءه الثاني توجه الحكومة الفرنسية الجديد في إدارة ملف الهجرة مع الدول المغاربية في ضوء طرح مشروع القانون الجديد لكن قبل ذلك نتعرف على أولى ردود الفعل لمنظمات حقوقية مباشرة بعد التصويت أود إليك أستاذ عبد القدر السوفي طبعاً تعلمون أنه بلدان أو تعتبر بلدان شمال إفريقيا من بين البلدان التي تعد من أكبر لها جاليات كبيرة في التراب الفرنسي ما هي تدعيات هذا القانون المشدد على هذه الجالية بالذات طبيعة الحال هل تتوقعون شعور بالخوف طرد مضايقة هذا القانون إن كان يضر بالجاليات المتواجدة في فرنسا سيكون على الجاليات المغاربية على العموم والجزائرية على الخصوص بحكم تواجد جاليات كبيرة تعد بالملايين سواء كانوا الجزائريين المهاجرين في إطار عادي أو حتى المزدوجي الجنسية حتى أن هذا القانون يعطي صلاحية لأن الرجال الأمن يقوم بإمكان الإنسان يحكموه يدعوها في الحجز الذي طوله الحجز الإداري من 16 ساعة إلى 24 ساعة من أجل التحقق من الوثائق والهوية أستاذ عمر بغزوز ما رأيكم في هذا النقطة؟ أعتقد ويكون بالتأكيد تضييق للحريات لأن الجهزة الإدارية والبوليسية ستتحرك من جراء تفعيل هذا القانون بالتأكيد لكن أعتقد أن الجاريات المتضررة ستكون أكثر الأفغانيين والسودانيين والأفريقة سيتم تشديد الإجراء عليهم أكثر نعم لأن المسألة تعلق بشق اللجوه طالبي اللجوه وطالبي اللجوه طبعا يأتون أكثر من هذه البلدان وهذه المناطق لأن بالنسبة للجارية المغربية فهي جارية مستقرة منذ زمن طويل وبالتأكيد فالجارية التي هي مستقرة بالصفة النظامية لا تخاف على مستقبلها ولكن في نفس الوقت كل لسانطابي الذين لا يملكون أو راق لا يسوا في وضعية وثائق رسمية رسمية للإقامة هناك بالتأكيد سيكون تضييق عليهم وهذا طبعا بالنسبة لفرنسا شأن مفهوم يعني الحكومة الفرنسية لن تخصص أحكام تفضيلية لرعاية هذه البلدان لا ربما تفضل أستاذ المشكلة المطروح قلت في البداية أن هذا القانون ألم ما بين اللجوء والهجرة حتى وإن لم يكن يتحدث عن الهجرة صراحة لكن هذه التدابير هو صحيح أن المتضررين سيكون اللاجئين السوريين الأفغان ربما بصفة عامة من دول تعاني تعاني ما تعاني سواء كان قمع أو مشاكل داخلية لكن هذا لا يعني أنه سيستثني الجالية المغاربية بحكم أنه تحدثوا بطريقة غير مباشرة على المهاجرين الغير شرعيين ثم إذا يعطي ربما بالناس اللي صادقت من ناحية الإنسانية أنه يعطي حق الدروع على رزيدانس ربع سنوات عرضون سنة ثم الباسبور طالون كين امتيازات داخل القانون اللي خلت بعض البرلمانيين أنهم شافوا فيه نوع من التفضيلية لكن يبقى أن هذا القانون الأهداف الخلفية الغير صريحة هي إعطاء حريات لم تكن موجودة للأجهزة الأمنية للحركة وترحيل ما يمكن ترحيله دون أن تكون هناك مضايقة من قبل سواء الأعلام أو المنظمات الإنسانية لكن هل هل تتوقعون أن تكون الحكومة الفرنسية قد أخبرت سلطات أو بلدان شمال إفريقيا بهذه الإجراءات من قبل والله هناك تشاور بين هذه الدول ولكن هناك أكثر اتفاقات تنائية مثلا بين الجزائر وفرنسا هناك اتفاق لكن فيما يخص هذه الإجراءات الجديدة سنة 1968 الذي أرادت فرنسا أن تنهيه لكن هذا يحتوي على انتيازات بالنسبة للمهاجرين الجزائريين والجزائر تريد أن تبقيه ولكن في نفس الوقت هناك تخوف من أن يكون هناك تعميم كل هذه الإجراءات التشددية على كل الجاليات بما فيها الجالية المغاربية هل يمكن هذه البلدان بلدان شمال إفريقيا تكون قد حرصت على مصالح رعاياها هي الأخرى؟ دعم هناك تفاوض باستمرار بين السلطات مثلا في المغرب العربي والسلطة الفرنسية فيما يخص حركة الحرة للأشخاص فيما يخص الأمم المهاجرين وغير ذلك أستاذ سوفي ما رأيك في إيجابة أستاذ الجهود على المستوى الأوروبي فيما يخص الهجرة لم يبحث في أسباب الهجرة بل كان يبحث في كيفية الحد من الهجرة أو التحكم فيها بما يخدم المصلحة الغربية وبالتالي فرنسا الآن قد ساهمت هي الأخرى الآن متى بدأ هذا التدفق لهذه المواجرين ابتداء من الإنفلات الأمن في ليبيا في سوريا لجعل تدفق غير مسبوق نحو أوروبا شفنا الكوارث في جزيرة لامبيدوزا أو ما يقع على الحدود التركية الأوروبية تريد أن تقول أن الملف الهجرة أصبح اليوم تحدي أمني واقتصادي أثقل الملف على الاقتصاد في أوروبا فرنسا ليست بالدولة التي يتدفق فيها المهاجرون بالأعداد التي نتخيلها أو أنها تعاني من هذه الظاهرة فلهذا شفنا أن سواء المنتخبين أو أتباع الحزب الحاكم لفرنسا ومارش أو الخاصة الغربي العفو الأحزاب اليسارية تنبذ هذا مثل هذا القانون القمعي الذي طرى فيه كثير من الأشياء الغير إنسانية لابد من تفكر أعتقد أن 21 مليون لاجئ في العالم هناك 21 مليون لاجئ و 85% هم يعيشون في البلدان النامية إذن 5% فقط هم في هذه البلدان لكن ضجة الإعلامية تجعل أن المشكلة عويص في هذه البلدان بينما لابد من ربما إعادة أو تتسلط الضوء على البلدان النامية تكلمتم عن التيارات السياسية نريد أن نعرف ما مدى تأثير هذا النص القانوني المشدد اليوم على مختلف التوجهات والتيارات السياسية في فرنسا مختلف التكتلات كيف سيؤثر والله كل تيار يحاول الآن هناك منهم في السلطة حزب ماكرو يحاول أن يستثمر في هذا القانون وكأنه يقول لناخبه ها أنا وفيت بوعد انتخابي هو في حملة انتخابية لأن نرى أن أدار ظهره إلى اللاجئين لأنه توعد نعم في الحملة الانتخابية كان يتكلم على شقين الشق الإنساني والشق الأمني لكن الآن يبدو أن هذا القانون يظهر وكأنه فقط اتفاق أو قانون أمني بامتياز وهنا طبعا هي دعاية ربما أكثر للحزب الجبهة الوطنية حزب مارين لوبان لأن هي التي كانت تنادي بالتقليص من عدد المهاجرين دائما وكأن ماكرون يخدم مصلحة حزب معين ولكن في نفس الوقت سيكون هناك صراع سياسي دائما حول هذه المسألة المسألة الهجرة التي هي موجودة مطروحة بحدة خلال قرن وتقريب نصف قرن منذ الفترة مطروحة بشكل أكبر يعني بشكل كما قلتم ربما حتى من ناحية السياسية والانتخابات المقبلة أنه ننسوش أنه ماكرون أتى تقريبا من عدم في ثلث سنوات من سياسة استطاع أن يحطم أعتى الحزب الأحزاب السياسية في فرنسا وينصب حزب الفرنس تقريبا في رأس الهرم الآن ربما حتى هذه التدابير اللي شفنا هو كولومبي يقول أنه نص توافقي متزن معنا لما يتماشى طبيعة اليساريين وأيضا اليمين لكن بعض النصوص القمعية وكأنه يأخذ في الأصوات اليمين المتطرف والدليل أن العمليات أتبع اليمين على الحدود في الآلب والحدود الفرنسية لمنع تدفق المهاجرين وهذا بمرأة ومسمع من السلطات الفرنسية التي لم تحرك ساكنا وكأنها كانت تزقي هذه العملية في الاتجاه الذي يخدم الحزب الحاكم أنه يتدعم بقوة جديدة من هذه الأحزاب المتطرفة لكن ما يثير الانتباه ربما كذلك هو أن كل حكومة جديدة تأتي بقانون جديد في مجال الهجرة نتسأل لماذا هل سيغير هذا القانون اليوم من سورة فرنسا التي كانت دائما تعتبر نفسها أرض استقبال هو لكل حال يبدو أن هناك تنقض بين القيم الجمهورية الفرنسية التي تنادي بالحرية بحقوق الإنسان وغير ذلك وفي فحوى هذا النص الذي فيه كثير من تشديد لكن هذا ليس جديد إذا تفحصنا ربما القوانين السابقة في مجال الهجرة واللجوء نجد نفس الثنائية دائما كان هناك بحث عن توازن بين التشدد ونوأ من الإنسانية طبعا وهذا حسب الحالة في بعض الأحيان التشدد يتغلب في بعض الأحيان هناك امتيازات تعطى للمهاجرين لأننا لا ننسى أن فرنسا هي بلد الوجو وبلد هجرة منذ القدم وأن هناك ربما تقريب اليوم سبع ملايين مهاجر ست ملايين ست ملايين ست ملايين أكثر من ست ملايين رابطة على الناس وأن هذا يعطي طابعا خاص لفرنسا ونفهم ربما سمحني المهاجرين اللي يعتبروا مهاجرين اللي يصدر اللي مشاوا لفرنسا يمثلوا 0.600 معنا حوال 600 ألف مهاجر 600 ألف مهاجر هما اللي جاءوا في هذه الحركية الأخيرة أما المهاجرين الآخرون هم مهاجرون اللي عندهم امتداد سواء عن طريق الدغوات دي سون ولا دي سون ولا اللي التحقوب بالأهالي التحقوب شكرا 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 جزيلا أستاذ عبدالقادر سوف ينتهى الوقت شكرا لكم لحضركم معنا كما أشكر الأستاذ عمر بغزوز أستاذ علاقة دولية بجامعة مولود معمري تيزيوزو شكرا لكم مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة لقاؤنا في خلف مشهد جديد الأسبوع القادم بحول الله سلام شكرا لكم